صباح خير مرة تانية عليك وطبعا بشكر زملاء الإعلاميين الجمال خالد الحسيني فكرته الجميلة الرياضية ومصطفى كمال في الفقرة الاقتصادية تعالوا بينا بقى يلا نتكلم مع بعض عن الجزء الاجتماعي أو الفقرة الاجتماعية اللي كنا محضرنا لكم النهاردة إحنا كنا عايزين نتكلم عن ثقافة رحيل أو النهايات أخلاق يعني زي ما بيحصل كده كتير بنسمع عنها الكلمة دي ونقول نهايات أخلاق أو لما عملنا الإعلان عن الموضوع ده أو لما كتبنا وجينا نتكلم في الموضوع ده لقينا ناس كتير قوي داخل تتكلم معانا في إيه بقى؟ فإن الرحيل ده الموت يعني في جزء كده خد الموضوع إن الرحيل دي اللي هي الثقافة بتاعت يعني كده الموت فلما نرحل ونموت المفروض نعمل إيه في حياتنا وهكذا 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 وفي ناس ثانية داخلت تتكلم معانا في إن الرحيل ده اللي هو ثقافة الرحيل والنهايات أخلاق دي خاصة طبعا بالحطة العطفية شوية أو الجزء اللي هو المشاكل الشخصية شوية لما تتطور لانفصال سواء بقى كانت بقى في جواز أو في خطوبة أو في ارتباط أو أين كانت المسميات لكن أنا عايز أقول لكم إن هم مش دول بس يعني لما جينا بنعمل إعداد الحلقة كده وبنفكر كشباب لايف في الموضوع فما كانش قصدنا دول بس الرحيل طبعا الموت ده شيء مهم جدا أكيد وكلنا عن مر بي يعني بنا يديكو كلكو يا رب الصحة كده والعمر والجزء التاني طبعا الرحيل العطفي أو الجزء اللي هو خاص بنهايات العلاقات العطفية أو موجودة طبعا ومبروها كلنا في حياتنا ولكن في رحيل حاجات تانية كتير أو أنت هم مش واخدين بالنا منها رحيل الزمايل مع بعض رحيلك من شغل لشغل الجزء الخاص بأن أنت بترحل أصدقاء مثلا بنسيب بعض السكن أو الجران لما بتعزل من مكان لمكان البلد نفسها يعني أنت ممكن تكون واحد يكون ساكن أو مولود ونشأ في مصر وكل حاجة وتربى في بلدنا ولكن هاجر مثلا في الأول خالص وعنده عشر سنين خمسة عشر سنة وفضل بقته العمر برا فده طبعا يعني هو ما حسش قوي هنا بالبلد أو بوضع البلد أو بالذكريات بتاعته هنا ولكن عنده جزء يعني في الممري بتاعته أو في الذكريات بتاعته لكن برضو ده يعتبر رحيل لأنه هو ميش من بلد لبلد وهكذا وهكذا وحاجات تانية كتير طبعا في البداية عايزة أقول لكم أن كل واحدة من دول يعني إحنا ليه بنقول ثقافة وليه بنقول الكلام الكبير ده اللي إحنا بنقوله عشان لما بتمشي من حاجة لازم تمشي وإنت تكون يعني على الأقل على الأقل مش خسرا حاجة ومش مزع على حد منك وما عندكش مشاكل وإن الحياة تبقى سهلة وبسيطة ومن غير لما تؤدي لمشاكل لا ليك ولا للأطراف التانية بسبب بقى شغلك بقى حياتك بيتك حاجة كتير طب تعالوا نشوف ده أول حاجة مثلا نتكلم عليها الموت يعني في الموت آه طبعا غير الفروض الدينية اللي مفروض ان انت بتعملها منت قبل ما ترحل احنا مش هنعرف عن الموت امتى محدش عارف يعني قدينها عايشين حين يرزق حدا ما ربنا يأذن إيه في المعات بتاعه طيب يبقى احنا قبليها في ناس كتير يقول لك لأ لما اكبر شوية هبقى بقى أصلي وأزكي وأصوم وأعمل له بتاعه مش هفيدك ماشي الحال ماشي مش هقولك لأ بس طب ما تعدلها من دلوقتي يعني من دلوقتي كده لو احنا نتكلم عن الموت وبتاعه طبعا في كل الأديان السماوية انت مش عارف امتى هتموت فبالتالي انت من دلوقتي ومش لازم بالفروض اللي هي الأساسية صلى وصوم وزكاة وهكذا والآخر لا طبعا هي ممكن كمان بمساعدة الآخرين لما بتساعد حد ده بيبقى في المزان الحسنية كزي ما بيقوله السيرة الطيبة بتاعتك انت بعد كده لما بتيجي بعد كده يعني كلنا عيجلنا يوم ونموت طبعا فلما بتيجي بعد كده تموت تلاقي بقى ايه السيرة بتاعتك حلوة في وسط العيلة في القرايب في صحابك في حبيبك في ناس كتير اقوى تلاقي في كمان حاجة تانية هتلاقي دايما في علم ينتفع بك ها تسيب علم تسيب ليك يعني ايا كان المجال اللي انت بتشتغل فيه علم زميلك الصغيرين علم الموظفين الجداد اللي بيجوا يشتغلوا تحت ايدك علم اولادك علم يعني مش عايز اخش في حتة الاولاد اولا ده جزء الواحد ولكن يعني انا اقصد علم او علمي كل الناس اللي بتشتغل تحت ايدك لان اكيد كلنا اول ما بدأنا حياتنا في الشغل في المهنة ايا كانت نوع المهنة فانت بتبدأ الاول صغير وبتكبر وبتكبر لحد لما بيجي استفتحت ايدك فلازم انت اللي تبدأ تعلم دول عشان دول في يوم الايام عيدعو لك وعلم برضو ولادك وعلم الناس دي كلها فهتلاقي ان هو الموت بقى يعني ايه احنا عايزين اه نسيب علم نسيب سيرة كويسة نسيب حاجة كويسة نساعد الناس وحاجات كده كتير طيب في الشغل بقى وده يمكن مشكلة كبيرة اوه طبعا نشوف ناس كتير اقوي تلاقي ايه ان هو اول لما يجي سيب شغله هيكسر اللابتوب مش عارف يقولك انا بوزلهم الداتا هخش هعمل لهم هكرع السيستم بتاحهم مش عارف هبوزلهم معرفش ايه في الشركة اللي انا فيها ولا في المؤسسة اللي انا فيها طب ليه يا ليه ويقولك لا لا انا هاخد الداتا بتاعتي وانا ماشي انت محدش قالك ان ده حرام يعني ده الجانب الديني طب وقانونا غلط طب واخلاقيا غلط برضو لان انت مش من حق ان انت تاخد الداتا دي هتقولي طب ما انا كنت موظف وبشتغل يعني ده كانوا بيدوني ملالين ماشي حتى لو كانوا بيدوني ملالين انت ارتضيت بان انت تاخد المرتب ده في الوقت ده في الشركة دي ممكن يكون مثلا مرتبك قليل مكرناتهم بمرتبات تانية كتير يعني انت فضلت تاخد طول عمرك عشر قروش جيت بعد كده اكتشفت ان انت وظفتك دي في الاماكن التانية الشركات التانية او المصانع او اي ان كان النوع اللي انت بتشتغل فيه اكتشفت ان هي لا اها عشرين قرش ماشي ماشي سي صح او ماشي صح يا ست اللي انت بتفكري فيه ولكن في النهاية مين اللي كان موافق في الاول انت طب بما ان انت وفقت تعالي نحسبه مع بعض حزبة تانية ممكن تكونوا وفقت عشان خاطر هم ضغطوا عليك ضحكوا عليك في الاول وفي الاخر انت كان خبرتك بسيطة لسه داخل المجال جديد مش عارف يعني ليه اسبق ما كنتش لقي شغل في الوقت ده وفقت بس عشان لسه بتجرب الوظيفة حاجات كتيرة او بس في النهاية انت وفقت فما تجيش تخرج تقول بقى لأ انا هخرج واخد الداتة دي لأ نسر الشغل بتاعهم لأ انا بوزلهم الدنيا اخد الداتة المقصود بها ايه العملة يعني داتة العملة اسمائهم واركم تليفوناتهم مقصود بها اصرار الشركة اللي انت تطلحها برا مقصود بها حاجات كتير او فبلاش الطريقة دي وبلاش الصنف ده وخلينا دايما لما بنخرج او بنرحل بنرحل بطريقة محترمة جالك عرض كويس من احد الشركات من احد البرامج من احد القناة ايا كان مجال انت بتشتغل فيه خلص توكلت على الله روح المكان التاني ربنا اوفقك وانت خارج افل شغلك كويس جدا اعمل كل المطلوب منك وزيادة سلم شغلك مظبوط كأنك انت قاعد في البيت الشغل ماشي الشغل داير يعني ايا كان بقى وظفتك تعالى في نفس الوقت وانت بتخلص الكلام ده كله لازم تبقى علاقتك حلوة مع الزمال بتوعك مع مدرينك مع الاصطف اللي بيشتهل تحت ايدك مرقوسين والرويا سواه وكذا الاخير وكل الانواع ليه؟ لان احنا هي الدايرة وحدة بالبلد كده كنا بنقول الكلمة دي دايما نقول ايه؟ كلها ايه؟ زي ما جات في احد الافلام يعني كلها قضى وصالة وانه كلنا يعني هي دايرة واحدة صغيرة قدي كده اي مجال انت بتشتغل فيه فبتلاقي نفسك ان انت كده كده خلاص انت ماشي النهاردة من المكان اكس عتروح المكان واي او زد فعتقابل فيه نفس الاشخاص فوانت ماشي سيب علامة كويسة خلي علاقاتك كويسة بزميلك خلي دايما سيب اثر كويس صيرة كويسة ليك كلنا نفتكرك بيها العلاقات بقى الاهم والانهاز كتير كلمتنا بزاعة على صفحة شباب لايف طبعا في الموضوع ده كانت العلاقات العاطفة بقى يعني اللي هو الحب والارتباط والجواز والكلام ده كله نلاقي بقى فيه انواع كتير واصناف كتير قوي بتحصل يعني والموضوع فعلا جالنا كومنت او تعليقات كانت مضحقة شويتين تلاتة تقول لك وانا خارجة من الموضوع يعني احد الاشخاص يعني مش هقول الاسماء طبعا يعنيت لك وانا خارجة من العلاقة بتاعتي لا انا لازم اخرب بيته يعني مش هسيبه في حاله في واحد تاني يقول لك وانا خارج لا ده انا هشرط لها وسط صحابها وهعمل ما عرفش ايه في الدنيا وهقول ايه ليه ليه يا جماعة كل ده انتو خلاص دلوقتي هقول بقى كل الانواع يعني في حالة جواز في حالة خطوبة رايت فتحة ما عرفش حتى لسه اصدقاء لسه على البر لسه بترتبطوا عاطفيا ببعض المهم ان انتو قررتوا ان انتو تنفصلوا ايا كانت المدة اللي انتو عايشينها مع بعض زي ما بنقول كده بالبلدي وردو كده والكلمة الدرجة بتاعتنا زي ما نخلنا بمعروف نخرج بمعروف فنفس الكلام على العلاقات حتى قبل الجواز او لما نلاقي نفسنا احنا ما فيش تفاهم فيه اختلاف ما بيننا كبير حسينا ان لا انا مش قادر اكمل العلاقة دي العلاقة دي دلوقتي حاب نخسر طيب تعال اقول لك بقى كده شوية حاجات كده بتوع علم النفس اللي قال لها مش احنا يعني ده كده اتعلم النفس اول حاجة لازم تحط كل الاحتمالات يعني احنا عادين كده مع بعض انت وزوجتك او خطبتك او 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 انت وخطيبك او اي حاجة برضو فتحط كل الاحتمالات هنكمل اللي هيحصل لأ مش هنكمل اللي هيحصل كذا لأ احنا ممكن ندي نفسنا بريك فترة او فترة كده بسيطة نرتاح لأ ممكن ما نديش الفترة دي لأ ناخد الكرار على طول حطوا كل الاحتمالات على ترابيزة وابدأوا ان انتوا ايه جهزوا الكلام ده كله تاني حاجة اعتاب شوية بس بدون ايه اي خلافات يعني بلاش نتخانق بلاش نعمل مشكلة كبيرة احنا نقول نتعاتب انا غلطت في كذا وانت غلطت في كذا انت غلطت مش عارف ايه انا غلطت في ايه ببساطة يعني ايه اللي هو بشكل ما كده يعني الاحتمال البسيط كده اللذيذ كده اللي هو ممكن ينتهي باحتزاره الموضوع اتلام ييجي بعد كده ممكن نستشير احد الاشخاص ممكن يكون بقى الاستشارة احد الاشخاص دي ممكن يكون ده دكتور نفسي وده مش عيب جدا على فكرة ده حاجة طبيعية معالج نفسي معالج بشكل معين كوتش مثلا لايف كوتش مش عارف ايه برضو بيقى فيه استشاري اسري استشاري علاقات اسرية وهكذا طبعا كل دول موجودين وكلهم قسد زيتنا على دماغنا من فوق ممكن نستشيره مش عايز نستشير حد غريب تشوف حد من الاهلم الارايب من الاصدقاء ولكن دي خبرة ممكن يكون حد كبير في السن ممكن يكون حد صغير بس دماغه كويسة ومر بتجرب قبل كده فيقدر ان هو يرشد كل الطريق الصح طيب يعني اتعتبنا وقعدنا حطنا كل الحلول واستشارنا اشخاص وبرضو مش نفعل علاقة احنا لازم نرحل لازم ننهي الموضوع مش خلاص مدام الموضوع قفل بقى لحد كده خلاص احنا بننهي الموضوع بننهي العلاقة بتاعتنا ولكن ننهيها ازاي ننهيها بالتصافي وبالود واللي فيها برضو رحمة ومودة وخاصة في الازواج مثلا اللي يبقى بينهم بيت وعيلة واولاد بيبقى بينهم حاجات كتير او كمان اللي بيبقى بينهم شغل يعني ممكن يبقى فيه اتنين زوجين ما بينهم شغل ما بينهم وبين بعض شغل ممكن يبقى فيه ازواج مثلا ما بينهم عقارات مثلا بتاعتهم عربياتهم بيستخدمهم عربية واحدة هم مشقة دي لكم اللي اتنين بيدفعوا نفس القصد مع بعض هتلاقي برضو فيه ده كل ده أنا بقولك على حاجات مادية غير بقى طبعا الاولاد ودول الاهم والاهم يعني لو ولادك دول اهم حاجة في الدنيا او ولادك دول اهم حاجة في الدنيا فبالتالي احنا بنعمل ايه لا ننهي الموضوع ببساطة ونتفع على كل ده والاتفاق يبقى واضح وصريح امور دي للطرفين احنا الاتنين لازم نبقى مبسوطين وموفقين ان احنا ننهي العلاقة في الوقت ده هتقول لي ايه سامح الكلام اللي انت بتقول ده انت مجنون يعني ما وفيه اتنين بينبسطوا اي ومنتوا اللي خدتوا القرار بالانفصال وحسيتوا ان النهاية في الوقت ده غلط يعني او الاستمرار غلط ولكن النهاية دي هي اصح حاجة دلوقتي فعشان كده لازم ننهي الموضوع ببساطة جديدة لازم ننهي الموضوع يعني خلاص بقى ايه اللي حصل حصل ننهي باتفاق بالدنيا كلها تمام واخر حاجة اقول لكم لازم يبقى فيه شكر واعتذار ما بين الطرفين قبل ما تحصل لهم اي مشاكل وقبل اي حاجة اخر حاجة اقول لكم في موضوع الرحيل قبل ما نختم فكرتنا فيه رحيل بتاع مشاكل قلنا بلاش منه فيه رحيل صامت كمان اللي هو فجأة كده تلاقي الموبايلات اتقفلت وتعملك بلوك من جميع انواع الحاجات او تعملك بلوك من كل حاجة سوشال ميديا والموبايل اتقفل وكل حاجة بغزت لا طبعا مين فعشان لازم نتعاتب لازم نتصفى ولازم نعرف كتئين مشاكل بما بيننا سواء شغل حياة شخصية ارتباط ايا كانت الموضوع ربنا ما اكتبش على حد حاجة رحيل وحش ولكن دايما تبقى نهاية اخلاق ودايما تبقى اخلاق نهية اللي في المقدمة قبل ما ننهي اي علاقة سواء عمل او شخصية او عاطفية وربنا ان شاء الله يوفقك يا رب يوفقنا جميعا قبل ما اختم الفكرة بتاعتنا وقبل ما اختم حلقتنا النهاردة انا بشكر شكل خاص طبعا اكيد لقناة صحة والجمال وكل العاملين وقامين عليها طبعا على حلقتنا اللي موجودين فيها النهاردة وتعبوا معنا جدا النهاردة على فكرة وعايز اقول بقى حاجة لكل الناس اللي بتسألنا دايما على صفحة شباب لايف انا عايز اتكلم بس معهم في كلمة سريعة لو حضرتك عايز في ناس كتيرة جدا متخش تسألنا مش عارفة طيب في ارقامة اتعرضت معاكم على الشاشة وطبعا على صفحتنا على الفيسبوك شباب لايف ممكن تتابعوا معنا اي حد محتاج حاجة في موهبة معينة عايز يطلع بيها او اي حد محتاج اي حاجة لارقامة هي ظاهرة معاكم على الشاشة الفيسبوك بتاعتنا شباب لايف وانتظرونا بقى الايام الجاية عشان هيبقى فيه كمان مفاجئات لشباب لايف وخاصة الايام اللي جاية اللي هي قبل رمضان كل يساهم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وخاصة كمان بنحضر لكم لبرنامج مختلف حاجة شباب لايف بس فكرات مختلفة وكمان انتظرونا ان شاء الله مع شباب لايف في الحلقات القادمة واشوفكوا على خير ان شاء الله في الايام الجاية شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة